مرحبت الكرام وصلنا إلى الدرس الثانوالأربعين وكلمة مهمة كلمة animal get ready write all the phrases so you need a notebook a pencil just two minutes and repeat after me five times allow me أما الآن اضغط على أعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدرس أما التكرار أم المهارات هذه القاعدة الأساسية التي نتبعها الآن فكرر الدرس عدة مرات وكرر العبارة بصوت مرتفع حتى تطقنها باللفظ الصحيح وبشكل جيد animal بمعنى حيوان animal 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 المثال الأول that is that's a different animal altogether هذا حيوان مختلف تماما that's a different animal altogether المثال الثاني he is an animal lover he is an animal lover he is an animal lover إنه محب الحيوانات حاول الآن أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة animal 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 اكتبها في التعليق أسفل هذا الفيديو أو في كل رأسك حتى تمكن من استخدام كلمة animal وإتقانها من أول مرة شكرا لك على المتابعة وانتظرنا في الدرس القادم قريبا إن شاء الله أسفل هذا الفيديو 光